السلام عليكم اهلا بكم في قناة المستر النارد عن حل كرس المعاصر سنة تانية عدادة احنا الاختبار رقم 13 و 14 من صفحة 76 لصفحة 80 انتظرونا صفحة 76 لم تحرق رقم 13 محافظة الاسماعيلية اول سؤال لي سنجد استماع السؤال اللي بعده محادثة اي نادة بتكلم علا نادة بتقول هلو علا what's your favorite hobby ما هويتك المفضلة ردت وقالت هاي نادة من المحادثة كده هويتها ايه لقراءة الكتب بعتقول i like reading books احب قراءة الكتب او my favorite hobby هويت المفضلة is reading books السؤال نادة قيت لها i enjoy reading نستمتع بالقراءة at the library في المكتبة بعتقولها اين تستمتع بالقراءة اين يعني where enjoy دي مدارع بسيط نستخدم في المساعد do ونحول i الى you where do you enjoy reading books اين تستمتع بقراءة الكتب تلاتة سألتها السؤال ردت وقالت this book is about it الكتاب دا عن ايه the history of Egypt تاريخ مصر بعتقول لها الكتاب دا عن ايه ماذا يبقى what ونستخدم فعل المساعد هنا is what is this book about it كتاب اللي انت بتريد عن ايه السفحة 77 بقيت المحادثة نادة لها do you like the library هل انت بتحب المكتبة طبعا يا بتحب الكراءة بعتقول ايه yes i do نادة قالت can i borrow this book ممكن انا ايه استعار منك ايه الكتاب دا هل يمكن استعار منك الكتاب دا please من فضلك بعتقول yes of course انا عم بالطبع او اي اجابة تانية مناسبة عشان ايه في المحادثة هنا مش محدد السؤال اللي بعده سؤال الكتعة نقول معناها الكتعة هنا بيقول انا ايه اسم حسان اسري تعيش في اسكندرية بس ايه والدي ما بيشتغلش في مصر وهو بيشتغل في انجلترا هو ذهب للمطار ايه مساء ايه مساء الاحد وبياخد ايه الطائرة الى انجلترا يلحق بالطائرة الى انجلترا هو سوف يأتي او يعود يعني للشهر القادم ايه قون السطر ديه يوم السابت انا ما بروحش للمدرسة ايه واخي كمان ما بروحش للمدرسة ايضا بنلعب شطرنج او نذهب للحديقة يوم الاحد صباحا ايه اللي بيحصل احنا نذهب للايه للسباحة اختي عندها تلات سنوات طبعا ما بتعمش يا ايه بتشاهدنا انا امل لنا سوف الانجلترا لما اكبر عشان اكمل دراستي هناك بابايا بيشجعني ان ايه ايه نفعل ذلك يا سفد انجلترا يعني اكمل دراستي هناك اسئلة القطعة هنا بقول الضمير اللي هو اشيدة يشير الى هتبقى الاجابة سي حسان سيستر اتنين وين دو دي جو تو ذا بارك متى بيذهبوا الى الحديقة ان ستر دي يوم السابت رقم تلاتة بي اربع وير داز حسان زي فاظر ويرك اينا والد حسان يعمل في انجلترا طبعا ان انجلاند خمسة اجيب استطابل تايتل اعت عنوان مناسب للقطعة حسان زي فاميلي اسرة حسان او اي عنوان تاني يكون مناسب للمعنى ستة هاو لونج ويل حسان زي فاظر ستين انجراند ما طول المدة اللي ايه هيبقى ايه والد حسان في انجلترا وبقول هو هيعود الشهر القادم يعني معنى كده ان هو هيعود هناك شهر يبالي اجابة فور امانس لمدة شهر السؤال اللي بعده اختياري واحد الممرضة تكون ايه نقط عن قصد حياة الناس فهي بطلة هيرو اتنين يمكنك مشاهدة متش كورا فين في الاستاد تلاتة ماي ديلي دي معروفة ديلي روتين روتين اليومي ايه نفس الروتين ايه في اليوم ايه الدراسي كل يوم دراسي اربعة دي نافي نقطارهم ايه ما عندناش اي ايه لمن صفحة تمانية وسبعين خمسة نوعة ار بويز ار جيرلز هم بنات اولاد او بنات من عمر التلاتاشر سنة للساعتاشر اللي هم تين ايجرز مراهقين ستة ايتر ندقون ذا انا فتحت ايه عشان اغسل وجهي فتحت الحنفية تاب سبعة وايل اي نوت دي لايت وينت اوت بينما ايه فالنور طفح بينما انا كنت بذاكر قعدة وايل بيجي بعدها ماضي مستمر تباري ايه بوز ستاديينج تمانية يعني السلة دي ايه مليئة سلة ايه القمامة كاني ونوعة اوت لذا ربش يعني هل يمكنك انك تخرج القمامة تيك اوت تسعة ستورنس الطلاب نوعة انكلاس دورينج ذا بريك اثناء الفسحة الطلاب ايه ما بيعودوش في الفاصل طبعا فانا عندي هنا ايه نيفر استي وستي نيفر الصح ايه نيفر تيجي قبل استي عشرة يعني جلد الحماري لوحشي بيكون طبعا ايه مخطط يبقى استرعيب السؤال اللي بعده الاجابة اجي هزة بس ايه عايزين نعرف سبب الاجابة عشان كده لازم نحل الاول لابنى ما نشوف الفيديو واحد يجي بعدها الفعل في المصدر يبقى ايه دي هتبقى ايه اتنين هو هتبقى وير حيث المكان عشان هنا طبعا قال لي ايه قبل اس مكان تلاتة نيفر تدل على المدارع البسيط وعالي مفرد غائب نزول الفعل اس يبقى كام هتبقى قمز اربعة في ذان هنا يبقى فاست هتبقى فاستر عشان تبقى مكرنة بمعنى اسرع من في نفس الصفحة اللي ايه تمانية وسبعين تحركة مربعتاشر محافظة الفيوم او السؤال استماع صفحة تسعة وسبعين ده سؤال ايه المحادثة ابراهيم عند احمد ارتوكينج بيكلمه عن ايه رياضاتهم الفضلة ابراهيم بيقول هلو احمد بيحرد يقول له هلو ابراهيم فهنا بيقول له سؤال كده في رقم اتنين من رد احمد وقال رياضة المفضلة كرة القدم يبقى السؤال ايه ما رياضتك المفضلة وروح اقل له وتباوت وتمازى عنك مش هنقول اي حاجة ليه عشان هنا قال له الشطرنج دي ايه هواية عظيمة انا بحب الشطرنج سؤال السؤال في اربعة رده وقال يس اي وون انا فوزت بايه مسابقة الشطرنج بتاعت السكندرية يبقى حيقول له ايه هل فوزت باي مسابقات شطرنج وون دي ماضي ماضي بسيط هنستخدم فعال المساعد وقاي تحول اليو ولما نجيب دي نوعيد الفعال للمصدرع تبقى وين يبقى ديو وين ايه بعد كده قال له متى المسابقة الجاية من نفسها القادمة ممكن اي اجابة ممكن نقول يعني الشهر الايه القادم السؤال اللي بعده قطع هنقول معناها من عشر سنوات مضت سلمة كان عندها ثمان سنين ايه اللي حصل بقى دخلت في مكتبة والدها وطلبت منه انها ايه تستعير بعض الكتب والد ايه سلمة اعتقد ان بنته ايه مهتمية بالقراءة هي اختارت كتب كبيرة كده واخدتهم معها الحديقة خارج الايه المنزل وضعتهم تحت شجرة بورتقال والد سلمة ومامتها ايه مشوا براها اتبعوها هيانة عشان يشوفوا وهتعمل ايه بالكتب ديت اندهشوا لما لقوها ان هي ايه وضعت الكتب ووقفت عليهم عشان ايه بقى تا تقطف بعض ايه البرتقال رقم واحد سلمة ايه سلمة دلوقتي عندها تمنتشر سنة عشان بقوله من عشر سنين اتنين سلمة بيرونس فلود هير هتبعو الاجابة جاردن حديقة مش وراها لحد الايه الحديقة تلاتة هتبعو الاجابة سيربرايز مندهشين اربعة ويو سلمة سفادر هابي ليه باباها كان ايه مسرور في الاول بيكوز هنقول بيكوز لانه الاجابة دي ايه دي الاجابة واعتقد ان بنتو ايه مهتمية بالقراءة لحد ريدنج ديت اربعة خمسة وي ديت سلمة نيد ذا بوكس لماذا سلمة تحتاج الكتب توستاند اون ذا بوكس عشان تقفع الكتب ديت توبك عشان تقطف بعض الايه البرتقال رقم ستة كلمة ذم اللي تحتاخدت في القطعة عايد على ايه بيك بوكس الكتب الايه الكبيرة صفحة تمانين وده سؤال الاختياري واحد ويشوت بورتيكت ذا يجب ان احنا نحمي ايه ذاتس ذا بليس هو ده المكان انويتش ويليف اللي احنا بنعيش فيه نحمي البيئة انفايرومنت اتنين ذا نقط ميد ذا هول سيتي خلى كل المدينة كافرد ويذ ووتر مغطى بالماء في لد اللي هو الايه الفيضان ثلاثة مايكولوذيس ار كلين ملابسي نظيفة وجافة سوء اي نقط ذا هم اول اوي لزالك انا ايه اوضعتهم في مكانهم اوضعهم ايه بقى بوت بوت اوي يعني اوضع الشيء في ايه مكانه اربع كلنا كنا ايه نقط وانهي فنشد ذات فان ستوري لما هو اكمل القصة الايه المضحكة ديت كنا بنتحك خمسة ايه جوالي انا عادة نقط اشاور ان ذا مورنينج اخدوش في الصباح تيك اشاور ستة الفراعنة كانوا ايه the first to write on كان اول ناس يكتبوا على ايه وراء البردي ببيروس سبعة اي كانت تريد مقدارش اقرأ نقط مي جلاسز بدون نظرتي وذا ويت تماني اي نقط مي هومورك وين ماي سيستر كول دي مي كنت بعمل واجب لما اخت ايه نادهت علي اينا وين بعدها موضي بسيط قبلها موضي مستمر سبعة جيزة للأهرامة القديمة الجيزة مشهورة بي معروفة بي عشرة عشرة كل يوم عشان يذهب للعمل يبا بيضطر الى يبا الصح هنا ايه هاستو هافتو مجيش مع ايه مع فضل لانه طبعا ده ايه مفرد غائب دونت مجيش طبعا لانه للجامع وهافنت كمان للجامع السؤال اللي بعده الاجابة الجهزة بس عايزين نعرف سبب الاجابة عشان كده لازم نحل الاول لما نشوف الفيديو رقم واحد في دازنت يجي بعدها الفعل في الايه في المصدر نحزف الاس دي تبقى الإجابة رين اتنين كايند هتبقى كايند لي بعاطف بول ايه المدرس يعامل كل الاطفال بعاطف تلاتة نوت جو جو دي من فيها صح كده بس في هنا يستردي عايزين ننفو بقى جول الماضي تبقى دينت جو ماضي بسيط يستردي تدل على الماضي البسيط اربعة this is the charity هي دي الجامعية اللي اسرتي بتبرع لها بالايه بالمال الصح هنا بدل وين هتبقى which التي لغير العاقل الجامعية التي وصلنا لنهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله